قبل أن نبدأ لا تنسى وعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الأرجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة المئة ألف مشترك في القارب العاجل بحول الله تعالى نعود للحديث مجدداً عن أرضية مراغب الجزائر لأنها للأسف الشديد هي الشغل الشاغل لجمهور المتابعين فدولة بحجم دولتنا لم تستطع تهيئة بساحات عشبية بطول مئة وخمسة أمتار وعرض ثمانية وستين متراً العين اليوم من الدويرة الأرضية تبدو جيدة ورائعة جداً وهو الحل الذي كانت عليها أرضية ملعب تيزي وزو الجديد قبل الصائفة الفارطة لكنها تعرضت للتلف ملعب الدويرة أيضاً تعرض للتلف جزئياً في الفترة السابقة وأعيدت عملية زرع البودور الشتوية وهذه هي النتيجة التي توصلنا بها من خلال صور الملتقطة صباحة اليوم الأرضية تبدو جيدة وقادرة على استقبال مباريات الملودية لكن الملعب ما زال ورشة مفتوحة ولا زالت الأشغال الجارية بوطيرة بطيئة جداً خصوصاً متعلقة بالأشغال الخارجية إذن كما أسلفت بالقول الأرضية تبدو جيدة والعملية ناجحة عكس ما شاهدناه بملعب نيص المنضيلا ببراقي رغم أن العملية هناك تمت قبل الانتلاق بها هنا بملعب الدويرة نتمنى أن يتم تسريع وطيرة الإنجاز لتسليم الملعب الملودية التي تعيش موسماً استثنائياً ومميزاً من خلال تصدرها للبطولة الوطنية والتي تطمح من خلالها للعودة للمسابقات القرية الموسم القادم بحول الله تعالى